اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نجحت عندي صار لي ثلاث سنوات زارعها بمواجهة الشمس المباشرة يعني اصلا اني ما زارعها لا تحت الاشجار ولا بظل زارعها خارج البيت وتوصلها الشمس من الشروق وحتى الساعة الثنتين للظهر طبعا ثبتلي انه هاي الشجرة الحلوة تتحمل الجفاف وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة وكذلك تتحمل الاصابة بالحشرات او احتمال ما تصيبها الحشرات لانه النباتات اليمها انصابت باصابات حشرية وخصوصا حشرة البق الدقيق اما هي فما تقربت لها هاي الحشرة الخبيدة طبعا انا اسقيها بالصيف او اسقي المنطقة كلها يوميا وهي من ضمن النباتات اللي تنسقي يوميا بس هي تتحمل اكثر من بقية النباتات عدم السقي اليومي تربة مالتها تربة طبيعية طينية وهي تنجح بالتربة الطينية والتربة الزميجية بالاصح انها تنجح في اي تربة اي سماد ينفعها وخصوصا السماد العضوي بالسنة مرة بكمية قليلة جدا طبعا طريقة تكاثرها بالاقلام في موسم الربيع او الخريف واحسن وقت للتكاثر وهو شهر الاثنعش والواحد تظهر طول السنة من الشتاء والصيف والربيع والخريف حسب ما عرفت انه يصل ارتفاعها الى سبعة او عشرة متر ولكن بالامكان تجديبها وتقليبها وتقليبها وجعلها بالارتفاع اللي نرغب الى انا عندي صار لها ثلاث سنين زراعها وما خليها طولها يرتفع اكثر من متر اتين ونص يا ريت المهتمين بالزراعة ومحبين الزراعة يحاولون يثقفون على زراعتها في كل مكان وخصوصا في الشوارع والحدائق العامة كونها مظهرة طول السنة وعوراقها جميلة ايضا وفي الختام تقبلوا تحياتي مع حبي وتقديري اخوكم خالد الخياط مع السلامة اشتركوا في القناة